هل كانت بتكفي صورة إنسا بداية هالفيديو؟ هم، على غلب برحب بالكلب درس جديد من دروس لغة إنجليزية على القناة صوت جلوت أنا شربيل وهيدا الدرس الرابع عشر للي ملحق دروس اللي قبل بتصوى ببلايليست اللينك طبعا ازيمكم على الشاشة وقابة الدسكريبشن بوكس تحت الفيديو بداية اليوم رح أحكي للمرة تانية عن أحرف الجر أو prepositions وتحديدا place prepositions أو ظروف المكان رح أستخدم اليوم عبارة مرجع مكاني واللي بقصد فيها المكان أو الغرض أو الشخص اللي موجود بين السوائله الشيء اللي عم نحدد مكانه مثلا لما أقول الكتاب على الطاولة الطاولة هي المرجع المكاني للكتاب من قبل أن أحكيت عن 3 prepositions مستخدميه كظروف مكان وزمان اللي هنن إن أون وآت ما حكتي فوت بالتفاصيل عنهم لأنه درسة عاشر من السلسلة مخصص لهذه الموضوع بس بينما كلمتي إن وأن معناه الحرف واضح وسهل أون بتعني على وإن بتعني في كلمة آت وضعها شوية مختلف لأنه حرفيا بتعني عنده يعني شو مكان المرجع المكاني أو وين مكان المرجع المكاني آت تضبط عملياً لهيك لمزيد من التحديد والتسليل الفهم على غيرنا نستخدم بعض العبارات طبعاً هايدي مش كل العبارات نستخدمها ولكن المستوى الأول A1 بكفة عرفه دي للتوضيح وتسليل الحفظ رح أعطي شوية أمثلة باستخدام أغراض من الحياة اليومية مثل الخيارة شعر أشعر ولمبة بالثلاث عيون next to على جنب يمين يسار in front of أمام behind خلف ما عم تشوفوها بس موجودة خلف under تحت above فوق opposite وكتي عقد تجي بشكل opposite to مقابل وآخر شي between مستخدمة مع غرضين تعني ما بين حوض هني وبهيك بنهداث اليوم شو كامل حص المتابعة بحال عم بقدر سهل تعلم اللغة عليكم بتمنى تحطوا لايك للفيديو تركوه مع اللي بهموا يتعلم اللغة وتتركوني بالتعليقات اي نصيحة سؤال او ايشي بتحبوا تقولو تيبا اشتركوا بالقناة انا بتشكركم المالتين على اهتمام والمتابعة وبلاقيكم بالدرس القادم باي